طيب نروح لموضوع تاني في اكتر من 1800 من التذكارات اللي ظهرت في عدد من اشهر الافلام الامريكية التذكارات دي بتطرح للبيع في مزاد بهولويد الشهر اللي جاي ويمكن ابرز المعروضات دي نموذج للمركبة الفضائية اكس وينج اللي ظهرت في فيلم ستار وورز انيو هوب اللي هو الحرب او حرب النجوم امل جديد وده نموذج من نماذج كتير يعني من 1800 نموذج من التذكارات اللي معروضة للمزاد في هوليوود دار باب ستور في هوليوود هتنظم مزاد علني لبيع اكتر من 1800 من التذكارات اللي ظهرت في عدد من اشهر الافلام الامريكية ابرز المعروضات دي هي المركبة الفضائية اكس وينج اللي ظهرت في فيلم ستار وورز وسعرها بيتراوح ما بين 500 الف دولار ومليون دولار كمان المزاد هيعرض المطرقة اللي استخدمت في اول افلام البطل الخارق ثور وبيتوقع انه بيصل سعرها المية وخمسين الف دولار بتشمل المعروضات ايضا نموذج للطيارة اللي ظهرت في الجزء الاول من فيلم توب جان وبيتراوح سعرها المبدئي ما بين 30 الف وخمسين الف دولار كمان سيارة دولوريان من سلسلة افلام باك تو ذا فيوتر وبيقدر سعرها ما بين 150 الف و 200 الف دولار موسيقى موسيقى